تقتفختي وعودت لأسراري تكمدت لي على الرجل وخلته بلوكاني شحال هادي ما كنتش كنت نتاق أن الخواتات بقدوا يحسطوا بعضياتهم ويغرهم بعضياتهم ويقاديوا بعضياتهم ولكن دبالالأسف تأكدت أن كل شيء ممكن أنا مرة مطلقة عندي 33 عام وعندي خمسة دي الوليدات بقى كان بنا صغيرة الحمد لله كانت القادية عندي محاكة وما عنديش مني نصرف وتبارك الله خمسة الوليدات رمشي سهلة سمعت أن الدعم كان في تيك توك وأن البنات عايشين منه وقررت أنا أن دخلي وقلت كان حول لايفات بكل احترام وقلعب جوالات ويجيني الدعم الحمد لله واحد الدعم عايش في كندا شافني وعجبته ولا كيجي دي ما يدعمني دازت مدة طلب مني الرقم وعطيتولي تعرفنا على بعضياتنا وهضرنا السيد كان من أطيب خلق الله ومحترم كان خالوق وكريم معايا صيفت لي فلوس بجنكسي ولادي نهار العيد الصغير وصيفت لي حتى فلوس لكرا وقال لي بقى يصيفت لي الفلوس لكرا كل شهر بلا ما نخدم بلوالهم قام قابل غير ولادي حتى عندي توام صغار عندهم تسعة شهر ديك الساعة فرحت وحمد طلاه قلت ربي جاب لي والناس اللي غير عوضني على قاعدك شي الخيب لي دول السحياتي كنا كان هادره ديما السيدة عمره ما قال ليش كلمة يلعب او لا طلب مني شي خيبة بالعكس كان محترم بزاف وكي يدر معي على اساس غادي نزل المغرب وغادي نزوجه انا نبقى مستقرة هنا مع ولادي وهو يبقى يجي عندي فطرة وفطرة هي هادك الامور كانت غادا مزيان حتى قررت نوري الختي تهي باش تدخل تيك توك وتستافد بحكم انها تهي مطلقة وعندها ابنية ومخداماش قلت حتى هي تستافد وتعون راسها وتصرف على بنتها فعلا وريتها ودخلت للتيك توك وتعرفت على الناس اللي تنعرف وطبعا عرفتها بي حتى هو قلت لي هادير اختي بقد دخل عندها مرة مرة للايف وفرحها وفعلا وليك يدخل عندها بزاف بحكم انا منين وليك يسافت لي هو الفلوس في الواقع وبقيتش محتاجة ندخل ندير لايفات ايوا بقى هناك كوك مدة واحد المرة تخصمت انا وياه ونضت اختي بغد دخل بيناتنا قلت لك حق بخيط بيض هادش بل اخباري ما قالت هاش ليه خدأت نمرته وهضرات معه في الواتساب بحق قوله وده بش تصالحنا ولكن من سمه ولا تشده معه الحسيد ولو كيتواصله في الواتساب وكيسوله في بعضياتهم هادش ما قالتوش ليه اختي غير هو اللي يعودوا ليه قال لي اراها طلبت منه النمره ورا ولو كيهضر مع عودياتهم مرة 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 مع لينا داسو حد الفترة والتي يقلب ليه غير على السبب بش انتخاسمه ولينا انتخاسمه انتصالح وانتخاسمه انتصالح ومرة يرجعه ومرة يرجع انا المهم وليت الصراحة كان بغيه وكانت انه في غير امتى ينزل بش انتكاسبه وحدنا دالي وحد السيناريو حق قولوا الواتس تليفونه تبيراته ومشاوليه اللي كونت دياله كاملين تليفونه طفولك يعيط لي غير ابل نورمل من كنادا قال ليه كان بغيك وتوحشك وما بقى والو نزل عندك المغرب غبري يومين مشيت كنعود الاختية شنو واقع وكنت سولة ما عارت مال وعليه الغبرة قلت لي يا ذا بحلوال وبغايت تفك منك انا قلت لالره اخر مكالمة كانت بنا عادية كتعود تقوله لي وتأكد علي انا ورا بغايت تفك منك ما نكتبش عليكم انا تصدمت كيفاش ختيك اتقدر معي بديك تيقه كامله حتى وصلني منه ميصعج هاديك السعانيات اللي ختي بقى حدا يفا قل لي يا شوفي انا فكرت مزيان نحن ما نفاهمينش وما سنكملهم بضياتنا الله يسهل عليك ويجيبلك محسن مني وفلوقين شاية عاوت لاداك شاية اللي قال لي قلت لي يا ولد الحرام كلهم في حال في حال قلت لي يا ما تسوقش لي م شاء الله يعاونه لغدلي في العشية كنلقىها فاتحها لايف وهو قلت عندك يدعم فهم الناس اللي ما فاهمينش الدعم كيشري الكضويات وكيصافتهم له ويكتشدهم فلوس كيضحكوه بناتهم ويكتحشي لي في الهادرة وكتتحلون عليه هدرت معاها ويكتقول لي يا خليني نستفد منه انتي ركي عارفاني انا عمحتاجة حتى انا فكرت وقلت ماشي موش كي نصبر خلت استفد كنخروج من اللايف وعوتاني كنرجع كلقى ما زال عندها ونعود ثاني نمشي ونعود ثاني نرجع كلقى هم سمن اللا عاسل شعلتش فيها لها في وما بينتش هي شافتني داخل خارجة ويكت بلوقيني قلت لي باش متشوفيني شو تتفقصي وتجيبها في صحتك قفية الحال متتخيلوش على احساس حسيتي بيحسيتي بالشمتة صبرت النهار اللول الثاني وانا ماشي ننظر مع ماما قلت لها غادي تقولي لبنتك سالي هاتشيو تبلوكي بارك على غير دك الفين درمليكن كيلو حلا كل ليلة نضط لها لموي قلت لي وش بغيشي عندها هيك انتي تفرق شي معا خلي يا صيف طليها الفلوس ولا يقعد انتي مالك اللهم افختك ولفشي واحدة برانية متخيلوش حالش ديك الساعة باعوني في لحظة على قبل الفلوس ومعامن مع واحد انا اللي عرفتو بيهم وعارف اني كان بغي قلت لي يا دا بيجيب لك ربي حسن منه سافينا ديك اللحظة ما بقيتش كان جوب زي زنس شدتني الهي السيري دي اللي بكى نوت معا صدع مشاتش قلت ليه مني هو حلية البلوك ودخل عندي قلية حشو متشي اللي كدري معاقتك وبلوكين انا قدرت نمر اخرى وعرقت ليهم زيان وعودت بلوكيتو من ثم صديت الموضوع وخليتها غصة في قلبي كان مكيحتان عيه وكان سكت وعمري ما بكيت بديك الطريقة حسيت بالغضر وبالشمتة من عند اقرب الناس لياه بكيت حتى عيد وكمتها وقلت حسبي يا الله ونعملوا كي سكت وقرب العيد الكبير وكان موعدني انا اولي غديت قده لياه نط جمعت الوقفة وخرجت خدمت وتسلفت وتكلفت باش نفرح ولادي اوخه انا ما حسيت لا بفرحة عيد ولا والو الواجيب انا ندرته مع ولادي ومع سيدة ربي تخيلوا امي والله ما تفكرتني نهار العيد عيدت معاه ايه انا كنشوفها في ستوريات شرعت حولي قد لخلا وانا بقيت مناغصة نقول شوف اختي وما دارت فيها اعطاها خاطرات تدير لي احكا وش قده ورجاله من العالم انا مدرنيش هو قدما درتني امي واختي حتى وما اقرب الناس لياه كنت ما قدرش نحبس دموعي في مولاني في الخدمة بكيت في الزنقب في ما نتفكرها نطيح دموعي بحد الشيء ندعيتهم الله هو اللي ياخد يا حقي منهم هي بقعت معاه في علاقة وكت وصني خبارهم كل نهار حتى تبريت فيهم كتين ما تقولوا لي التحاجة وخد شوفهم عرسين ما بغاش نعرف بغنسة مشات ايام وجات ايام وانا ما زل كنت منى نكون ضلمتهم كنت منى يكونت شي كله ولي دوز اخ كان كيت هيق لي حتى البارح جات عندي صاحبتي و اكدات لي يا ذاك الشي اللي كان بيناتهم وقات لي يا را تفرقوا وهم خانوني وكنقول انا السبب انا اللي تقتش في من أختي وكان عاود نرجع وكنقول وإلا ما تقتش فيهم فمن غادي نتاقل منت الشي كامل بغيت عنقول لكم ما تدريات إلا بغاشوا تديروا شي حاجة استروها باش ربي يستر لكم فا رما بقت لأخت لصاحبة لواليدي